اهلا بيكم وعماك الروح وحلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن توقم الشعلة والبقع العمياء وازاي نتجاوز التصاق توقم الشعلة وحشتوني جدا وبجد حسنا بقلي كتير جدا ما عملتش فيديوهات مع انه هو تقريبا يوم واحد بس يلا خلينا نبدأ الفيديو ويا رب الفيديو هيعجبكم النهاردة في نقطة عمياء في علاقة توقم الشعلة احنا عايزين نسلط الدوق عليها النهاردة وعايزين نقطع طرق التعصر في العلاقة دي ونصرع النتائج فهل ده ممكن علشان نوصل للاتحاد في توقم الشعلة او نوصل لتوقم الشعلة محتاجين نشوف الفوائد والمشكلات وكمان ايه احسن الخطوات لده باختصار النقطة العمياء هي عندما لنرى مشكلتنا بوضوح بنبقى موجودين في النقطة العمياء دي لما بنكون المشكلة واضحة جدا قدامنا بس احنا مش شايفانها بنكون كأننا عمي عن الاسباب الحقيقية والعوامل الكامنة وراء المشكلة اللي احنا بنواجهها عشان كده مش بنلاقلها حل وبينتهي بينا الموضوع بان احنا بنلف في دواير عمالين بس بنلف في دواير وكل شوية نعيدها تاني بنجري في دواير وغالبا ما بنقرر نفس الجهد او نفس الاسلوب ونفس النهج اللي هو اصلا ما كانش مفيد وما كانش ليه اي نتائج قبل كده عشان احنا مش على علم بالموضوع نفسه او على علم بيه بس مش صح وبيحصل ده لتواقم كثير جدا اكتر ما تتخيل في وجهات النظر بيحصل فيها تقلب وده شيء طبيعي وبيحصل انه فيه بيتعصر بعض التواقم في فكرة ان التفولة بتاعتهم او السلوك السيء بتكون هي المشكلة اللي هي بتعيق الوحدة لما بيكون خوفهم الداخلي من الهجران ومن ان يتسابوا بجد هو اللي بيعيق الرحلة بقوة لما بيكون خوفهم دايما ان هما يتسابوا حاسين ان لما يحبوا اللي بيحبوا ده هيمشي ويسيبهم وكمان بيعتقدوا ان عندهم قلب جريح وبيفضلوا سنين كتير جدا في ان هما يحاولوا ينموا حب الزيت علشان يظهروا لم الشم لما بيكون السبب الحقيقي لعدم قدرتهم على الاتصال بالاتحاد بيكون عيب الكرمية السفلة بيتم التقليل من قيمتها وعدم تقديرها ده لما بيكون في الاناس بالذات والحاجات دي بتكون موجودة في نظامهم من غير ما هما يكونوا اخدين بالهم اصلا وعشان كده المشكلة الخارجية مش بتروح ابدا لان المشكلة الداخلية اصلا ما تحلتش لحد دلوقتي باختصار النقطة العمياء هي لما مش بنعرف اننا ما نعرفش النقطة العمياء هي عندما لا نعلم اننا لا نعرف وعشان كده بنكون مش قادرين ان احنا نحلها لاننا اصلا ما نعرفش انها موجودة ممكن يكون ان احنا بنبحث في المكان الغلط تماما وبنفتقد القطعة اللي هي اصلا ممكن تفتح لنا كل حاجة يعني احنا بندور في المكان الغلط وكمان ضيع مننا المفتاح اللي هيفتح لنا كل استيكاك اللي احنا عايزين هتفتحه فبتفضل كل حاجة متعلقة بجد النصيحة يعني اللي ممكن تتقال مقابل الارتباك ده وده بيقودنا للجزء التاني من المشكلة ماذا يمكنك ان تفعل قدام ده في النهاية لو ما كانش فيه اللي انت بتعمله ده تحقيق نتائج نتائج انت عايزها بجد فبيكون الوقت قطحان علشان تركز وتعرف وتشوف النقط العامية في علاقتك اللي انت مش شايف ولو كنت بتحاول في رحلتك ولسه بتحاول في المكان اللي انت عايز تبقى فيه فبرضه حان الوقت ان انت تحاول تشوف النقط العامية دي او تستعين برأي صديق مقرب ليك او اختصاصي في الموضوع ده علشان تختصر عليك كثير فهم الفويد ممكن انه يعني توقم الشعلة بتكون علاقة عميقة للجوانب الروحية والحيوية لاتصار رحلتك تماما فانت محتاج ان انت تفهم ازاي مفاتحها فانت نظرا لانهم ليسوا داخل النقط العامية الخاصة بك فهم مش يعني حيعرفوا الحقيقة او حوالين سبب المشكلات دي ده لو انت استعانت بحد اختصاصي او بحد صديق مقرب ليك عارف ويقدر يقول لك رأيه ويكون رأيه صح عشان عارف كل المشكلة من اولها وانت اللي انت بتحتاج ان انت تغيره بشكل فريد عشان توصل لهدفك في لم الشمل والوقام والحب والعافية داخل نفسك وفي الاتصار هم هيشوفوا ان البرمجة الاعمق اللي انت بتحتاج لتوضيح والمعتقدات اللي بتمنعك وبتسبب انعكسات صلبية في علاقة توقم الشعلة الخاصة بيك لكن كل المعلومات اللي انت محتاجها هتبقى موجودة هناك بص هو لسوء الحظ يعني بتتعاصل محاولة اكتشاف ده لان نقطة العمياء بتفضل موجودة وبينتهي بيك الموضوع ان انت بضع وقتك وبتاخد قرارات بتبين انها هي صح بس هي في الواقع مش صح ومش هي دي اللي انت محتاجها دلوقتي انت مش عايز تقضي خمس سنين في العمل على الشفاء او على الشفاء طفلك الدخلي لو كانت المشكلة الحقيقية هي جرح كرمي في الماضي تسبب في ان يخاف نظيرك دون وعي من التفاعل معاك جسديا فايه طيب الغرباء اللي هم اصحاب النواية الحسن مرتبط بدبا ايه فيه فرق كبير بين رأي الغريب او الغرباء يعني او التوائم اللي هم اصلا ممكن يكونوا مروا او حتى اللي بيعرضوا ماضيهم بتجربة ممثلة مثلا عليك او كده مقابل حدثي حقيقي ممكن ان انت تقرأ طاق طاق عن طريقه ويفهم ازاي انت يعني يعني جواك من جوه الداخل للخارج بيعمل توقم الشعلة وازاي يحصل الاتصال وازاي توصل للاتحايا بعبارة تانية انت ممكن الاختصاصي المناسب لك انه هو يوفر عليك سنوات من البحث اه لوحدك او ان انت يعني تضيع الوقت في الاختيارات والاساليب اللي هي مش فعالة لان فيه ناس كتير قوي يا جماعة تايين ومتعلقين في دايرة بتلف بيهم وبيضيعوا وقت من عمرهم مش كل توقم الشعلة هتخلص على نفس الحاجة ممكن يكون فيه ناس اصلا مش توقم شعلة او عندهم توقم شعلة مزيف وما وهمين بدا فبيعودوا يسمعوا فيديوهات من هنا ومن هنا ومن هنا ويقروا حاجات من هنا ومن هنا لكن هم في الاخر وفي الاول ما يحتاجين اختصاصي علشان يعليج لهم المشكلة دي ما يفضلوش فيها فترة كبيرة يضيع وقته على الفاضي فنخلي بالنا من النقط العمياء في علاقة توقم الشعلة اه يعني هيساعدك مدرب بدي او قناة روحية مثلا اه على تجاوز النقط العمياء الخاصة بيك اه ممكن للمعالج او حد الدارس في الحاجات دي ان هو يشوف موقفك بوضوح لما بتكون مشوش عطفيا بحيث مش بتعرف ايه افضل طريق ان انت تمشي فيه وتتقدم مهمة كمان بيعرفوا انماطك الفعلية او الكتل الاساسية اللي عندك وبيعرفوا طاقتك ولما بتكون متعود عليها لدرجة انك مش بيزدرك ان هي كانت موجودة اصلا هما بيشوفوا الحلول لما بتحس بانك عالق في معرفة انه هناك اصلا في حل فبجد هيساعدوك وهما ممكن ان هما تقولهم على الرؤى بتاعت توقم جعلتك وايه اللي بيحصل من ناحيتهم من الاتصال حتى لو مش بتتكلمهم من وقت طويل حتى تقدر ان انت تغير الاتصال وتفتحه مرة تانية وهي ايه يا جماعة المشكلة الحقيقية ايه اللي بتبنى الاتحاد ايه دي نقطة مهمة جدا محتاجين نكتشفها انت لو عندك كتلة شكرة الحلق بتسبب الزلال او الجري ايه فيه جرح في الحياة اللي فاتت حوالين الهجر بيلعب في الوقت الحاضر كفاصل متكرر الصدمات الداخلية للطفل بتسبب الخوف من العلاقة الحميمة ليك او لتوقمك ولو وقع اشخاص اخرون اه في راسك مع معتقدات ايمة على الخوف واللي بتعاني اه منها التوائم وده بيسبب فيه انحراف غير واعي بينكم ولو انت فقدت مغناطسيتك بسبب عدم صدقك مع نفسك كدرس اه ده اه هل يطلب منك انك تحب نفسك وتتحد اه قبل ما تكون معاه انت عندك جداول زمنية من المعاناة حوالين الحب كل دي حاجات ممكن اي مدرب بديه ان هو يقرأ الطاقة ويقولها لك والاهم من ده بيعرفوا ازاي يحلوا الحاجات دي علشان تقدر تاخد خطوات في حياتك لقدام ما تستقش في حياتك وانت مش عارف اذا كت حقيقية ولا لأ اه دروس توقع مش شعلة في النهاية ممكن ان يوفر لك ان انت تستعين بشخص يعني يكون دادس الموضوع ده اه حيوفر لك سنوات من التأخير والتوقف وكمان ممكن ان انت يوفر لك قلم عدم الانتهاء مع توقم الشعلة بسبب ان انت موجود بسبب البقاء في حلقات متكررة في الدروس والكتل يعني مثلا عندك مثال رائع ازاي تعمل ده اه مثلا حد راح لمدرب وتقال القصة الشقيعة حوالين عدم المطردة كتوقم شعرة ومع ذلك لما طلقت اخيرا المعلومات المتوافقة واللي كانت مقابل ما يعني اللي قالت هولها التواقم الاخرى انفتح اتصالها مرة اخرى فاسمع عن ده من النوع من المواقف طول الوقت وفي النهاية لما بيكون عندك معلومات واسليب متوافقة انت بتقدر ان انت تحقق تقدم هائل وتختصر وقت كبير مثلا فيه ناس اتجوزوا فعلا وكانوا توقع مشعلة وكانوا اضطر ان هما يعني استشاري سعيدهم وفعلا ده وفر لهم وقت كبير جدا عشان حللهم مشكلتهم وبدأوا يرجعوا في الاتصال تاني بدل من ان اي جراحهم بتتفاقم مش شرط طبعا ان ده يكون اللي لازم تعمله فيه ناس فاهمة كويس جدا بس فيه ناس كتير مش فاهمة وفيه نتائج بتيجي بطئ جدا لو عايز نتائج بسرعة معجلة في النهاية يعني هتفرق معاك لو انت اخدت رأي حد متخصص تسريع تقدمك وهتتأكد ان انت مش واقف حتى غلط حاول تستاقي برحلتك الى المزيد من الانسجام والحب والعافية باستمرار محتاج ان انت تلاقي مدرب او استشاري لتوقم الشعلة او للعلاقات طبعا انت محتاج ده لو انت عالق لفترة طويلة علشان ما تفضلش تلف حوالي نفسك في نفس الدائرة وما تفتكرش ان انت دايما هتلاقي الحلول في الفيديوهات وفي المقالات وفي الحاجات دي لان عددا احنا بنتكلم كلام عام مش دايما بينطبق عليك مش دايما هيبقى صحف قصتك في ناس متخصصة في الحاجات دي احنا بنقول لك معلومات ممكن تيجي معاك وممكن تيجي مع حد تاني طبعا هتفرق و شخص في حالة حب ووحدة انفسهم شخص هيبقى خبير حيفهم الفروق توقم الشعلة ويفهم اتصال التوائم وده هيوديك لنتائج بسرعة اكتر عشان كده لما تختار دليلك تأكد من قراءة او مشاهدة المعلومات الخاصة عشان تشوف ان ليها صدى على الاتصال لازم ان يكون عندهم فهم عميق لاتصال توقم الشعلة ولازم انه يكون متجزر في الحب والوعي بالوحدة محتاج استشاري يكون في الحاجات دي ويكون هيساعدك بجد ايه اللي ممكن تعمله المعلومات القايمة على الخوف للأسف المعلومات اللي بتقوم على الخوف مش هتساعدك وكتاب القواعد القياسية لان هي بتدفع بمزيد من الخوف والانفصال لاتصالك بتوقم الشعلة وممكن ان اتصالك يفضل عالق لعقود وسنين وفيه امثلة كتير للموضوع ده واحد الامثلة اللي بسمعها كتير جدا هو مجموعة اخبارت توقمها ان نظرتها مثلا كانت في الواقع توقم كاذب زي ما قلنا فيه توقم كاذبة كتير ومزيفة كتير انتم محتاجين تتأكدوا مش كلكو طبعا يا جماعة سفي ناس محتاجة تتأكد بجد من كومنتات ناس كتير قوي بهبان ان فيه ناس محتاجة تتأكد وما ينفعش ان حد يخلش يرد عليها بكومنت مثلا يقول لها على فكرة انت مش توقمش على أمدا الحكم من بعيد الحكم على جملة الحكم على كلمة ده مش صح برضو مش هو ده اللي هيحل لك مشكلتك وبعد كده هتلاقي ان هم بيساعدوك في العصور عليهم انك تلاقي توقمك الحقيقي وحيصرع من ده ما تخليش الغرباء يقولوا لك كلام ويملوا لك بكلام قلبك عارف دايما مين هو توقمك الحقيقي حتى لو ما كانش ده مناسب دايما لو عايز تستشير حد حاول تستشير حد يكون متخصص في ده ويكون عارف قصتك وطاقتك ويكون دارس ويقدر يقول لك رأي حقيقي القيام بالرحلة بنفسك لما بتبحث عن مدرب او معلم لده هتسمع توجيهاته وقلبك وحدثك هم اللي هيعرفوك مين هو الافضل لمساعدتك وانت ممكن تخلي الرحلة دي تشتغل لوحدك مش محتاج ولا مدرب ولا ولا لايف كوتش ولا اي حاجة من الحاجات دي اكيد طبعا اكيد انت ممكن تاخد توجيه مثلا من حد او ممكن تاخده من ربنا هو اللي هيساعدك وكمان ممكن طبعا تتفرج على مقاطع فيديو وتقرأ مقالات وفي ناس فعلا الحاجات دي بتفيدهم بس في ناس تانية يا جماعة برضو بتقنع نفسها بحاجات قريدي مش موجودة فياريت وما بتسمعش العلامات كويس وما بتسمعش الحاجات وبتمشي القصة على مزاجها وهي اللي بتستق في النص بتقعد بالسنين يعني متعلقة في دايرة وهي اصلا في مكان غلط لكن ده مش هيصلح النقط العمياء الخاصة بك يعني المقالات والفيديوهات والقلنين والحاجات دي كلها برضو مش هتحل المشاكل اللي في العلاقة التوقع مش شوال النقط العمياء ممكن ان يحصل تأخيرات اكتر وعرقلات اكتر بناء على المعلومات الخاطئة اللي انت بتاخدها من فيديوهات او مقالات وخصوصا ان انت بتاخدها على ان هي اكيد 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 على قصتك وهي مش بتبقى على كل قصص توقم الشوالة ولا على كل العلاقات ولا كلام بتمشي مع ناس وبتمشي مع ناس وهم نفسهم بيقولوا كده وبتكون ساعات في توقيت غير مناسب زي ان الوصول لتوقمك لما يكون غاضب فمثلا تعمل بلوك او تختفي او ما عرفش ايه في حاجات كتير ما بتنفعش مع كل القصص مش بقول ان هما بيقولوا كانهم غلط لا طبعا لان فعلا فعلا في كذا قناة فيها مصدقية عالية جدا جدا انا شخصين بسمعهم وبستفيد منهم جدا ممكن يكون ان انت تقوم بدا لوحدك هيكون محير جدا ومرهق جدا ودايما في حاجات انت مش عايز تشوفها في حاجات مش قادر تشوفها ودايما مش عايز تشوفها وممكن تكسر رحلتنا وتفضل مفتوحة كده الى مالة نهاية عشان كده انك تقوم بدا لوحدك ممكن هو ينتهي بيك الموضوع بانك بتتعصر وبتعاني من التأخير والنضال بسبب الارتباك وعدم معرفة اصلا ايه المفروض ان انت تقوم بيه انت كمان ممكن تبقى فتوأ مش عال حقيقي وبرضو بتتصرف تصرفات مش صح فانت بتعرقل الخطوات الكويسة للاتحاد وكل حاجة كويسة مع انها ممكن تبقى سعلى جدا وممكن انت تخدش وقت كبير بان انت بتتصرف تصرفات مش صح او محتاج حد برضو يوجهك مغيرات اللعبة للرحلة لو انت بتاخد مساعدة من حد خبير وبتاخد اشهدات من شخص عارف ايه هو اللي بيعمله وبيقدر يشهدك خلال الخطوات دي اللي انت ممكن تاخدها ممكن ان ده يغير قواعد اللعبة كلها مرة تانية لو كان الشخص مناسب ممكن لي ان هو يعني يعمل لك تغيير عميق من خلال حاجات كتير جدا اختيارات واسئلة وافكار وتحولات عميقة في الطاقة ومحاذاة ودنامكية وجداول زمنية وحاجات كتير جدا انت بس اللي تقدر تديله معلومات بها عشان هو يقدر ان هو يمنحك الوضوح والحركة للامام واختراقات اي تعصرات والسرعة لما بتكون انت عبت كافح ده ممكن يسرع لك الوقت اكتر لان انت فقدت بعد الخطوات او المنظورات او التعجلات المهمة وانت ماشي في رحلتك ومش واخد بالك اصلا مدرب توقم الشعلة يعني او الخبير اللي انت تاخد ده بيكون يعني من وجهة نظري وخبرتي مهم وبيفرق جدا في الاتحاد لما بيكون عندك مساعدة من خبير في رؤية الكتل الحقيقية وتطهيرها والتحول الى المحاذية واتخاذ الخطوات الموجهة الصحيحة للدعوة الى الحب والوحدة اللي هو الاتحاد فده بيكون بالتأكيد اكتر الفوائد من الرحلة دي لما بتكون مع شخص عنده رؤية روحية فعلا فعلا ومتصل بالإرشاد بيكون بيبص الوضعك وعارف بشكل حدثي ازاي يوصل ليك وبناء على وضعك الفريد وتاريخك ومجال الطاقة ودروس حياتك الزوجية ومخاطط الروح كل الحاجات دي مهمة ان يكون حد بيساعدك عارفها عنك انت مش بيتكلم عن كذا قصة طيب لو انت بجد انك تكون شفت يعني الفيديو ده مفيد ليك ولو انت متأكد من انت عندك كتير قوي عشان تفكر فيه اسمع لحدثك لانه دايما بيوديك على الحاجة اللي بتخدمك بشكل افضل في اي لحظة من رحلتك دايما دايما تسمع لحدثك ممكن يكون حان الوقت للحصول على مزيد من المساعدة عشان تصرع نتائجك في النهاية لو كنت بتحاول او لسه في المكان اللي انت عايز تبقى فيه يبقى الوقت دلوقتي ده عشان تطلب مساعدة وصدقني المساعدة دي مش هتكلفك كتير بس هي هتفرق معك جدا وهت وفر لك وقت كبير وهتوفر لك تعب كتير قوي وقلام كتير قوي وانا كالعادة يعني مش كالعادة بس انا هبدأ اخليها عادة برسل ليكم الحب والنور رحلتكم ويا ربي يكون الفيديو عجبكم انا يا جماعة مش بعمل اي خالص دعاية لأي حد ولا اصلا بقول الفيديو ده علشان حد ييجي يستشرني او كده للاسف انا الاستشارات عندنا مش مش مفتوحة دلوقتي لانه يعني احنا شغالين على حاجة تانية فبردو بتخص توقم الشعلة وعندنا سلسلة من الفيديوهات محتاجين نخلصها علشان بشكل عام نكون بنغطي اهم اساسيات رحلة توقم الشعلة بشكل عام بشكل عام هتساعد اي حد حتى لو كان هو بياخد اراء متخصصين او كده لان انا ما بتكلمش على الطاقة بتاعت اليوم او او انا بتكلم بشكل عام عن معلومات وتفاصيل هتساعد في الاتحاد في توقم الشعلة وهتساعد في التسريع في العملية كلها وهتساعد لمعرفتك اصلا في حاجات كتير فاحنا محتاجين نخلصها الاول فمش فتحين حيات الاستشارات دي للأسف بس بننصح ناس معينة بيها لاني شايفة ان في ناس كتير محتاجة ان هي تعمل ده وبردو تسمع وتفهم نفسها اكتر وتقرأ اكتر عن الموضوع ده شيء طبيعي بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم ولو انتوا اول مرة تسمعوني وعجبكم الفيديو ياريت تدسوا على الجرس وتفعلوه علشان يوصل لكم كل الفيديو هذي وياريت تعملوا سبسكرايب ولايك لو عجبكم الفيديو واشوفكم في الفيديو اللقاء انساء الله مع السلامة